اكد معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات البرلمان الدولي المنعقد في جنيف حاليا ان عملية الاصلاح تسير بخطا ثابتة ووفق رؤية واضحة منذ بدء المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى وهي حريصة على مصلحة الوطني والمواطنين وتحقيق التميز على المستوى الاقليمي والدولي ولن تعيق مسيرتها وارادة شعبها كل الاعمال الارهابية والتدخلات الخارجية جاء ذلك خلال افتتاح اعمال جمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدورة المئة والثالثة والثلاثين حيث اوضح الملة ان مملكة البحرين ترفض اي تدخل في شؤونها مشيرا الى ان بعض المنظمات الحقوقية تنخدع بشعرات الجماعات الارهابية التي تنشر الفوضى والارهاب وتعتمد على معلومات مضللة يبثها من يدعم الارهاب في تقييم الاوضاع في مملكة البحرين دون ان تكلف نفسها عناء ملاحظة ان تقاريرها وبياناتها تشكل دعما للارهاب والارهابيين واشار الملة الى ان مملكة البحرين من الدول القلائل التي حققت انجازات مهمة في تحقيق معظم اهداف الالفية الانمائية التي اقرتها الامم المتحدة في عام 2000 وحصلت على العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال وستواصل البحرين طريقها نحو تحقيق اهداف الخطة الطموحة للامم المتحدة التي اعتمدت بتاريخ السادس والعشرين سبتمبر 2015 للتنمية المستدامة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة ترجمة نانسي قنقر